البقاع في بعلبك تحديداً صابر أيوب ينضم إلينا الآن صابر أهلاً بك معنا ما المعلومات المتوفرة لديك هناك قصف بالشكل دقيق في بيروت يعلن عنه الجيش الإسرائيلي الآن حسب ما علمنا لحد الآن ضربة ولكن يبدو أنها بسيطة بحسب ما شاهدنا في الصور التي بدأت تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي الموقع في الحقيقة يظهر من هنا ويمكن مشاهدة الدخان من المكان الذي نتواجد به الآن يبدو أنها ضربة لمبنى سكني في حي العبد بالضاحية الجنوبية لحد الآن لم تتضح ما هو المبنى الذي تم استهدافه لكن يبدو من خلال الصور التي شاهدناها هو عبارة عن مبنى سكني في وسط شارع مكتظ بالسكان والبنايات المتلاسقة بعضها ببعض نتابع هذه التطورات والمعلومات الأولية لحد الآن لا توجد أي ربما إحصاءات لي أو حصيلة للضحايا لكن من خلال الدخان المتصاعد هناك فالضربة استهدفت مبنى في حي مكتظ بالسكان كنا من قبل ذلك في الضاحية الجنوبية وشاهدنا كيف بدأ الازدحام وأعداد المغادرين من هذه الضاحية من عوائل وغيرهم يغادرون هذه الضاحية ويبدو الآن أن هناك استهداف ربما يكون من مسيرة من خلال حجم الساروخ الذي ضرب هذا المبنى عملية دقيقة كما أعلن الجيش الإسرائيلي من قبل قبل لحظات من الآن بأنه يجري أو يقوم بضربات دقيقة في بيروت كنا شاهدنا الدخان من هذه الجهة يتصعد من الضاحية الجنوبية في انتظار ربما ما تسفر عنه التطورات إليك سابر هيئة البث الإسرائيلية تقول بأن هذا الاستهداف هو لشخصية بارزة في حزب الله إذن محاولة اغتيال شخصية بارزة في حزب الله تعلن عنها هيئة البث الإسرائيلي استهداف نفذه الاحتلال الإسرائيلي في قلب بيروت في الضاحية الجنوبية لبيروت كما ذكر مرسلنا تحديدا في منطقة بئر العبد في ضحية بيروت الجنوبية ليكون هذا الاستهداف جديد الثاني في غضون أيام بعد اغتيال إبراهيم عقيل في ضحية بيروت الجنوبية وعدد من القيادات في فرقة الرضوان التابعة لحزب الله واستشهد في هذا الاستهداف عدد كبير من المواطنين هناك وأيضا تم إصابة عدد آخر هذا الهجوم كان في عملية مركبة استهدفة قبلها الاحتلال الإسرائيلي أعداد كبيرة بالمئات أو بالألاف من خلال استهداف أجهزة اتصال محمولة البيجر ومن ثم أجهزة اتصال أخرى في يوم ثاني بالإضافة إلى استهداف لمبنى سكني مكون من ثماني طوابق هدمة بالكامل وأسفر عن سقوط ضحايا كما ذكرنا منذ قليل من بينهم القيادي إبراهيم عقيل وعدد من القادة الآخرين نعاهم حزب الله ثم شيعهم بعد ذلك وأعلن بعدها نعيم قاسم نائب الأمينة العام لحزب الله في كلمة تأبينية عقب تشيعهم عن استمرار جبهة إسناد غزة واستمرار هذه المواجهة مع إسرائيل سماها بمرحلة الحساب المفتوض